للتوسع في النقاش ينضم إلينا من بيروت الكاتب والبحث السياسي يوسف دياب أيضا ينضم إلينا من الولايات المتحدة تحديدا فلوريدا الباحث في شؤون استراتيجية براين بويد أهلا بكما أبدأ معك سيد يوسف بآخر التطورات المتعلقة بانخيرات غير مباشر أو مباشر لحزب الله على الحدود الجنوبية طبعا أنت اليوم ما تبعت وسائل الإعلام المحلية المناصرة لحزب الله التي تقول أن نتنياهو إلى انتحار يستنجد بحاملة طائرات ضد قطاع غزة إسرائيل تستنجد بالولايات المتحدة عسكريا ضد حزب الله هل يمكن القول أن حزب الله سينخرط بشكل مباشر في هذه الحرب الدائرة في غزة مع إسرائيل صباح الخير لك والضيوف ولكفة المشاهدين حتى الآن ليس هناك مؤشرات على رغبة حزب الله في دخول سريع في الحرب الدائرة في فلسطين وتحديدا ما بين الإسرائيلين وحماس في قطاع غزة لو كان حزب الله حقيقة هو مستعد لأن يكون طرف في هذه العملية لكان استغل حادث الطوفان الأقصى منذ صباح يوم السبت ودخل في عملية مباغتة على الحدود الشمالية لإسرائيل لكن أنا أعتقد اليوم أن حزب الله متريث إلى أبعد الحدود حتى العملية التي حصلت بالأمس عندما تسلل عدد من المقاتلين الفلسطينيين إلى دخل الشريط الحدودي ما بين لبنان والمستوطنات الإسرائيلية سرى حزب الله إلى التنصل من هذه العملية وقال لا علاقة له بالموضوع التطور البارز الذي حصل ليلا هو عندما قصفت إسرائيل رادارا لحزب الله وأوقعت ثلاثة قتلى واضطر حزب الله إلى رد محدود على موقع إسرائيلي وقال أنه قام برد أولي على مقتل ثلاثة من عناصره في جنوب لبنان بالمعطيات وبالمعلومات تقول أن حزب الله ليس بوارد اليوم الدخول في مواجهة أيضا هناك مصادر رسمية في الحكومة اللبنانية قالت بأنها تلقت وعدا من حزب الله أنه لن يدخل في هذه المواجهة القائمة في فلسطين إلا إذا حصلت تطورات ليست في الحسبان وربما قام أحد ما من الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين بعملية عسكرية على الحدود استدعت ردد إسرائيليا واسعا عندها حزب الله هذا لنحية لبنان الرسمي سيد يوسف رئيس حكومة تصريف العمل نجيب مقاتي قال ملتزمون بـ 17.01 لكن هناك إعلاميون ينقلون من واشنطن عن مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع بأن حاملة الطائرات التي سترسل إلى المنطقة هدفها ردع حزب الله في الشرق المتوسط على وجه التحديد وكأنه واضح أن الولايات المتحدة لا تريد الوقوف ضد قطاع غزة عبر حاملة هذه الطائرات إنما هي تريد الاستقرار في المنطقة من أجل ردع تحركات حزب الله داعمة لإيران أو ربما ميليشيات أو مجموعات تابعة لإيران في المتوسط نعم بالتأكيد واضح اليوم أن الإدارة الأمريكية لن تقف على الحياد إذا ما كان هناك بالفعل حربا واسعة على إسرائيل وفتحت أكثر من جبهة سواء من لبنان أو من سوريا أو ميقيل عن ربما قصف حوثي بعيد المدى باتجاه العمق الإسرائيلي سيد يوسف أعذرني على المقاطعة في خبر عاجل الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على 1500 جثة لمقاتلية حماس داخل إسرائيل وبالتالي عدد القتلى لحركة حماس يرتفع اليوم العثور في داخل إسرائيل على 1500 جثة لمقاتلية حماس هذا بحسب الجيش الإسرائيلي وليس أي مصادر رسمية فلسطينية أن معبر الجيش إذن هذه الأنباء تأتي في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية فوق قطاع غزة وبعد توغل مقاتلي حماس إلى الداخل الإسرائيلي منذ فجر يوم السبت تفضل سيد يوسف نعم كنت أقول لك بأن حاملة الطائرات أو إذا أردنا أن نقول أن الهجم الغربية الأمريكية والأوروبية لمساندة إسرائيل هذه الرسالة ليست فقط موجهة إلى حزب الله موجهة إلى الإيراني بشكل أساسي ومباشر عندما تتحدث الإدارة الأمريكية على أن هذه الرسالة موجهة إلى إيران يعني أن إيران تمسك بورقة حزب الله في لبنان وتمسك بورقة الميليشيات الشيعية في سوريا وبورقة الحثين لذلك أنا أعتقد اليوم أن تريث حزب الله اليوم في أي عملية سريعة من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل أو الدخول بمواجهة مباشرة هذا مرتبط اليوم إلى حد ما بالموقف الإيراني الذي واضح أنه ليس بوارد التورط في حرب لأنه يعتبر أو يعتقد تماما أن هذه الحرب ستكون مكلفة لكل الأطراف وليس فقط للإسرائيلي سيد براين تحذيرات روسية من الانخراط الأمريكي في الصراع بين غزة وإسرائيل يعني بعد إرسال واشنطن قطع عسكرية إلى قبالة سواحل إسرائيل هل فعلا يمكن أن تشارك واشنطن بشكل مباشر بهذه الحرب بهدف دعم إسرائيل؟ يعني وبداياتها إرسال حاملة الطائرات جرال أرفورد لا أعتقد ذلك هذا الأمر ليس وارد في حسبان الإدارة الأمريكية في واقع الأمر الإسرائيلي ليسوا بحاجة أي دعم لا من الاعتاد العسكري ولا من الجنود وبالتالي أن كل الأمر هو دعم معنوي وإن كانوا بحاجة إلى دخائر وعتاد عسكري فإن الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستدعم بكل ما لديها من قوتك وبالتالي ليس حاجة لولايات المتحدة أن تتدخل بشكل مباشر في هذا الصراع وهذا صراع وحرب إسرائيلية وكل الدعم موجه ومقدم إليهم وقد لاحظنا عدد الضحايا وهذه مشكلة مباشرة مع حماس عندما قاموا بهذا الهجوم المباغة لإسرائيل دعوني أذكركم وأذكر المشاهدين أنه منذ عامين ونصف مدوا في مايو 2021 عندما قامت حماس بنفس الأمر تقريبا وقاموا بالطلاق أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل فإن هناك عددا من الضحايا المدنيين حوالي عشر ضحايا مدنيين قتلين كان ذلك هجوما رئيسيا وأنهم قد تجاوزوا الخطوط الحامرة وقد سيطروا على بعض النقاط العسكرية وبعض القرى في غلاف غزة وبالتالي هذه ليست المرحلة أو المرة الأورو ولكن هناك حوالي أحد عشر من ضحايا الإسرائيليين قد قتلوا ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن الحرب وبالتالي هذه المرة الهجوم أكبر وهناك مفارقة في هذا الأمر كما تعلق بذلك الغاز وأن العدد وأنه منذ شن هذا الحرب فإن هذه على إسرائيل أن تكون بجبهة وأن تكون بشن الحرب ومواجهة حماس وعندما لا تعلق الأمر بهذه الحرب فقد لاحظنا أن هذه الكتابة فيما تعلق بهذه الهجمات فإن على إسرائيل الآن أن تتخذ هذه الإجراءات والتدابير إن حماس ليس لديها جيش وليس لديها قوات بحرية وبالتالي في نهاية المطاف فإن من سيخسر هذه الحرب هم حواس واثنين مليون شخص هم سكان قطاع غزة سيد براين عندما يقول البيت الأبيض ويؤكد أنه إذا احتاجت إسرائيل لتمويل دفاعي فسيتم طلبه من الكونغرس أيضا يضيف أنه واشنطن قادر على دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه ألا يعتبر ذلك انخراطا ولو حتى لم يكن مباشرا بالطريقة العسكرية إنه انخراط في معارك تدور يعني إن كان في إسرائيل وإن كان في على الأراضي الأوكرانية يعني كيف تبرر الإدارة الأمريكية هذا الدعم لست متأكدا من تبرير هذا الدعم لدينا اتفاقيات كبيرة مع إسرائيل منذ 1948 لتحقيق الدولة الدموقراطية في الشرق الأوصو هناك إرث تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل إنه ليست فقط الدعم الدعم العسكري ولكن هناك أيضا دعم مالي مرتبط أيضا لبناء الدولة وطالما أننا ليس بحاجة إلى تقديم جنود نحن سنقوم بتقديم الأموال وسنقديم العتادة العسكري مثلما نفعل ذلك في أوكرانيا أن الأوكرانيين ليسوا بحاجة إلى جنود الأمريكيين ولكننا سنقوم بدعم المالي والعداد العسكري ولكن الوضع في إسرائيل أكثر أهمية لأنهم قد تعرضوا لذلك الهجوم المباغت الأمر عندما قامت روسيا بالهجوم والاعتداد على دولة ذات سيادة أما حماس فقد اعتدت على سيادة إسرائيل إن الأمر هنا مختلف عندما قامت حماس بأعلانها أنها قد تأسست في 1988 وكان هدفها وشعارها هو القضاء على إسرائيل في الوقت نفسه على إيران أن تدرك أنه نفس الشعار الذي تتبعه إيران وأن له ديهم نفس الأجندة ونفس المخطط وهو القضاء على إسرائيل وتدبير إسرائيل إن إسرائيل ليست من قامت بهذا الغزو سيد يوسف أعود إليك في بيروت هناك من يعتبر أو يرى أن إسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة بالقول أن حزب الله منخرت بهذه المعركة وتحميل مسؤولية التصرفات التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية على الحدود اللبنانية إلى حزب الله اللبناني وبالتالي شن هجمات على الجنوب اللبناني لا أحد ينكر اليوم بأن العمليات التي تشن من جنوب لبنان سواء حتى لو كان حزب الله ليس هو المسؤول المباشر عنها لكن حزب الله على علم بذلك لأنه هو من يمسك بورقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية هذا منذ العام 2006 وليس من الآن صحيح أن الجيش اللبناني موجود صحيح أن قوات اليونفل موجودة ومنتشرة عند الخط الأزرق لكن حزب الله يعني هو العين والأذن الموجودة بشكل أساسي في تلك المنطقة ولا يمكن أن يحدث أي اختراق أمني هناك إلا بعلم حزب الله وموافقة حزب الله لذلك صحيح أنا أوافق على هذه المسألة بأن حركة أو نشاط الفصائل الفلسطينية التي ربما تقوم بعمل من جنوب لبنان أو تلقي بصواريخ أو قذائب باتجاه الأراضي الإسرائيلية هو بعلم حزب الله وبموافقة حزب الله لكن أنا أعتقد اليوم أن حزب الله يرى بأن مثل هذه العمليات هي ليست أكثر من توجيه رسائل للإسرائيلي للتخفيف من وطأة الحملة العسكرية على غزة وليقول للإسرائيلي أنا هنا يعني مستعد للتدخل في أي وقت لتخفيف وطأة الهجوم على قطاع غزة لكن أعتقد أن الحسابات الاستراتيجية لحزب الله أعتقد أنها ستكون دقيقة لأن حزب الله يعرف تماما أن دخوله في هذا الحرب سيورط لبنان على مستوى واسع وسيجعل كل الأراضي اللبنانية عرضة للعمليات والقصف الجوي الإسرائيلي وهذا حتى يتحدث عنه القريبون من بيئة حزب الله وبيئة حزب الله ما الفارق بين عام 2006 سيد جوسف ما الذي قد يردع حزب الله هذه المرة يعني 2006 كان واضحا أنه لم تكن الهجمات فقط على الضحية الجنوبية يعني معقل حزب الله إنما طالت لبنان ككل ما الذي قد يردعه هذه المرة يعني أعتقد أن حزب الله يدرك تماما بأن ظروف لبنان اليوم في العام 2023 مختلفة كليا عن ظروف العام 2006 في العام 2006 هناك كان احتضان كبير لبناني لعمليات حزب الله كونه كان يعتبر مقاومة تدافع عن سيادة لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية كان هناك جو عربي إلى حد ما يقبل بوجود حزب الله كمقاومة لكن بعد توغل حزب الله في الحروب التي حصلت في سوريا وفي العراق وفي اليمن والخلايا الإرهابية التي زرعها في الخليج تغيرت الأمور إلى حد كبير لنظرة هذا المجتمع العربي لحزب الله أيضا الدولة اللبنانية كانت دولة قوية ومتماسكة ولدينا اقتصاد ولدينا بنى تحتية وكهرباء اليوم كل هذه الأمور يفقدها أو تفقدها الدولة اللبنانية والشعب اللبناني إلى حد كبير نحن بنهيار مالي واقتصادي وتفكك اجتماعي وعدم وجود يعني مؤسسات طبية وصحية أيضا كان وضع سوريا في العام 2006 مختلف عن وضع اليوم كانت سوريا مساندة حقيقية لحزب الله كان هناك دولة ونذكر جميعا أن حوالي مليون لبناني نزحوا إلى سوريا في حرب 2006 اليوم إلى أين ينزح اللبنانيون الذين يفرون من الجنوب أو من الضاحية الجنوبية لا يستطيعون الدخول إلى سوريا لعلنا أن نتذكر أن هناك أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان نعم واضح كلها يجب أن يأخذها حزب الله اليوم بعين الاعتبار ويقول ظروف 2005 2006 مختلفة كليا عن ظروف اليوم سيد براين أتوجه إليك بسؤال أخير قبل ختام هذه الجولة هناك من يواجه أصابع الاتهام إلى الكونغرس تحديدا لأنه يربط بين حركات المقاومة وأفعالها وبين إيران وبالتالي ليس هناك من يعتبر أنه ليست إسرائيل هي التي توجه أصابع الاتهام إلى تدخل مباشر في حربها ضد حركة حماس إنما الولايات المتحدة هي التي تدير العمليات يعني بمعنى آخر هذا هو السؤال نعم أن الولايات المتحدة هي التي تربط بين حركات مقاومة وإيران حتى وإن حاولنا أن نقنع الإسرائيليين بموضوع ولكن إن الإسرائيل لديهم صراع وجودي ولديهم صراع للبقاء وبالتالي إن الإسرائيل لديهم هذا الصراع الوجودي وليس أي سياسة من السياسات الأمريكية يمكنهم أن تثنيهم عن عزمهم نحن لدينا كثير من السيطرة على إسرائيل إن العلاقة مختلفة نوعا سيقومون بما يحبون أن يقومون بها وإنهم الآن في حرب وجود وعليهم أن يثبتوا ويستعيدوا القيادة والسيطرة وهذه الإدارة لن تكون بفرد أي اتفاق سلام مع إيران حاليا وإن إيران هي من تنشر هذه الأسلام إيران تدعم حماس إيران ساعدت حماس في التخطيط إيران قدمت لهم التدريب وقدمت لهم الأموال والعتاد وقدمت لهم 100 مليون دولار إلى حماس وبالتالي فإن الإيرانيين هم من قاموا بدعم هذه الهجمات الغادرة وأنهم هم من يقففون خلف حماس ونحن علينا أن ننظر إلى الأمور على حقيقة لأن أجندة إيران هي تدمير إسرائيل شكرا جزيلا لك سيد براين فويد من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا شكر موصول لك من بيروت الكاتب والبحث السياسي يوسف دياب شكرا لكم على كل هذه الإضاحات الوافية